الحمد لله رسول العالمين القائلين في محكم التنزيل وقل لن نقص عليك من أنباه الرسل ما نفتك به فهدك وصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لو كان موسى ابن عمران حياً ما وزعه بل اتباعي وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين وأصحابه العاملين الواقعيين ومن عمل عملهم واقتفى أثرهم إلى يومنا هذا وإلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها وهو خير الواردين معشر الأحبة يسرني أن تقدم إليكم التحية الأسلامية والتي خصصها الله للمسلمين في الدنيا وجعلها تحية أهل الجنة في الجنة تمشياً مع قوله تعالى تحيتهم بيوم ينقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم حالة القرب والبعد سلام به تحيى النفوس وينجلي أيها الإخوة المبنون أهنئ نفسي وإياكم بحلول هذا الشهر المبارك الشهر الربيع الأول الذي يقول فيه بضيلة الشيخ إبراهيم يس تبصر ترى أن البلاء بشهره فلا شاء وولى كالسحاء الزاهر إنه شهر الذي أنجب النبي صلى الله عليه وسلم شهر يحمل من القدر والتقديد شهر يتمتع بالعظمة والضخامة والقيمة تمشيا مع ما أبداه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رضي يصوم يوم الاثنين فسدل عن السبب لذلك قال ذلك يوم مجبت فيه وأنزلت علي فيه النبوة يشيء هذا إشارة وعضحة ودلالة تبلو البيان عن ما يمنتب عظمة هذا اليوم وقيمة هذا اليوم وناهيك عن الشهر أتذكر أن فضيلة الشيخ إبراهيم نزل أوجه إليه عالم من العلماء بالفرغان يقال له غفمة قال فضيلة الشيخ أريد أن أوجه إليكم سؤالا تنازع الناس في الكتب هناك من يرى ويقول بأن ليلة البد ليلة القدر خير من يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بينما لم يقبل الآخرون بهذا الرأي من أجهة انتهابا بهذه الخوصة التي وجدت نفسي أمامكم وتزيسون على منصة المولد الذي تعوقتم أخذه بعد إنسان كل عام ويشه إليكم هذا السؤال وأستفسر عنكم البيانة فأجاب رضي الله عنه قائلا أنا أرى أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر وذلك لأننا نعلم جميعا أن ليلة القدر لو لم ينزل لو لم ينزل سورة القدر لما جمعنا بالخبر ليلة القدر وثورة القدر لو لم ينزل القرآن لما جمعنا بخبر سورة القدر والقرآن الكريم لو لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس لما جمعنا بخبر القرآن ولو لم ينزل ولم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل إلى أحده لأن هذا على شيء وعلى رأس ما اتضح جليا أن ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر ليس هذا فحص بعض الناس يقولون إن أقدحت للذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجود شرعا وذلك على حسب علمهم وقولهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعقد هذا الحبل وكذلك أيضا الصحابة الذين جاءوا بعده لم يعقدوا حبل الذكرى في موليد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أحبوا الناس وأكثروا الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلام قالوه على حد على حد زعمهم وعلى حد مبلغهم من العلم والتوسع أما من ناحية أخرى نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قالت للقرآن الكريم وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ يسير إلى أن هناك عدة أشياء ستحدث بالدنيا ما لم يعلم به الأولون ماذا يقول المستمع الكريم عما حدد في عصر الله في هذا القرن قرن الحادي والعشرين حيث نشأ حيث استهر حيث ذاء بين الناس تعصيص الأيام لأشياء هامة وإبرازا لقدر هذه الأشياء ولشخصية باهدة اكراما لها وبيانا لقيمتها وقدرها أضرب لكم المثال دي أننا في القرن الحادي والعشرين عين المجلس الأمن التولي يوما خصفا للنساء ويوما خصفا للعفاكر ويوما خصفا للطلبة وهناك عدة أشياء خصفت لها الأيام لأهميتها وقيمتها لو موجه إليك سؤالا أو لو موجه إليك بالسؤال ما مدى ما هو إجابتك عن قيمة هذه الأشياء التي خصفت لها الأيام وقيمة الرسول عليه الصلاة والسلام أيهما أعظم قدرا وقيمة أترى أن هذه الأشياء هي أهم قيمة وقدرا من النبي صلى الله عليه وسلم أظن أن من له أثنى من الأقل لا يواسق ذلك ولا يشاط من رأى ذلك رأيك أيها هذه الخدمة الأفاضي اسمحوا لي ربما يقول واحد في نفسه إنني قد عطلت الكلام إنني قد عطلت البيانة باللغة العربية وليس كل الناس يسمعونها أو يتحدثون بها أقول نعم ولكن لا تنسون أننا جلسنا هنا احتراما وإكراما وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم عاش صلى الله عليه وسلم طوال حياته يتحدث بهذه اللغة الشريفة اللغة العربية إنها هي اللغة التي رشحها الله بل اختارها من بين ملايين اللغات في العالم لتكون لغة التخاطب معهم تمشينا مع قوله تعالى إن أن الله طرعانا عربيا لعلكم تعقلون ورسوله عليه السلام والسلام قال لنا من أحب العرب فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم فإذا من أحب اللغة من أحب لغة العرب أو من أحب لغة العربية فبحوث النبي صلى الله عليه وسلم أحبها شوو ما يمين شعر بني شكرة أول نوزين يأمرك ما يمين ما يمين وما يمين وما يمين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 سبودة بزاكة تحجر أو سباة شر توقوها مقودة وعلا كارو نقب دعلا يريمو تنتجانيا دولي إجابريوات علا باب ونزاي إيه هوق إيه باب ونزاي إيه شرينة إيه دورواني باب ونزاي إيه هوق إيه دورواني فلنان تايالواتي خومي دولوان الله سبارك و تعالى اتأيه بدا وشي رحمة تايالواتي خومي مقنان بلانتنا بوا تايالواتي خومي بلانتنا بوا انا يتوقع الله سبارك و تعالى جاديزي دوسو اكاو اكاني امومي دبايا بايا بلانتنا اتأيه دورواني 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 وانا لانتنا بايا نان اتأيه دورواني اتأيه دورواني اتأيه دورواني وانا بيش امومي وانا بايا بابا بانو وانا اتأيه دورواني اتأيه دورواني اتأيه دورواني دورواني ترجمة نانسي قنقر 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 وانن خلافين دعانا يكيو نتحن جانيا كلن سرسيني تليديو دا ستحن جبيو كلن رقوان دان جانيا إلينا شيكي وانن عندما ته분 من سرسيني من قبل أن تتحارمر في المستقبل أن يتحدث أن تكون واد وقوم يستطيع أن التعليم إذا كان يعلم الوقت لا إنه شيء لتعليم لتعليم أن أجب أن تحسيني مستوى 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر